اشتركوا في القناة وهو من اهل القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي هو من اهل حضر موت ولد في يوم سبعة وعشرين من ربيع الثاني سنة تسعمائة وخمسة وتسعين للهجرة ويوافق اليوم الخامس من شهر ابريل سنة 1587 للميلاد عالم كبير له معرفة بعلوم اللغة العربية والحديث والتفسير والفلك درس على جماعة من علماء عصره منهم العلامة سعيد بابقي والعلامة أحمد الشناوي والعلامة محمد غوث الله بن خطير له مؤلفات كثيرة منها بلغة المريد وبغية المستفيد تمشية أهل اليقين على زلفة التمكين الإعراب التام جوامع كلم العلوم في الصلاة نشر الإفادة بذكر كلمتي الشهادة السفر المصطور للدراية في الدر المنثور للولاية الأخبار والأنباء بشعار ذو القرباء جبر الكلمة القاصمة بذكر الكلمة العاصمة المقاعد العندية بمشاهد الطريق النقشبندية في التصوف شق الجيب في معرفة أهل الشهادة والغيب مصباح السر اللامع بمفتاح الجفر الجامع غرر البيان عن عمر الزمان العقد المنظوم في الفلك المشرط الأسنى في أسماء الله الحسنى إيوان المقعد الحرفي مرهم العطف ودرهم الصرف أسفار الهالك في العمل بوقف بن مالك حل المغنم في حل الطلسم موائد الفضل الجامعة البرهان المعروف في ميزان الحروف منتهى الطلب في قسمة الرتب الجدول العذب الأهنى في الأسماء الحسنى عقد الليالي الفخام في ورد الليالي والأيام التحصينات الموانع في الدعوات القوامع التكبير في التسخير مفتاح السرائر وكنز الذخائر دار الصفاء من بحر الشفاء الجامع في التوحيد لمحمد الشافع وهي شرح القصيدة لعفيف التلمساني التي مطلعها إذا كنت بعد المحو في الصحو سيدا إماما مثنن نعت بالذات مفرد شرح القوهرين الرابع والخامس من كتاب القواهر الخمس لشيخه محمد بن غوث الله بن خطير وله شعر رائع منه قوله في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لك ذات العلوم والأسماء يا نبيا نبأ به الأنبياء اليتيم الفريد في جوهر العقد وحيدا ما أشفعته النساء توفي سالم بن أحمد بن شيخان رحمه الله في مكة المكرمة ودفن فيها في اليوم التاسع من القعدة الحرام سنة 1046 للهجرة وتوافق اليوم الثالث من إبريل سنة 1637 بالميلاد رحمه الله وإلى لقاء غدا مع ضيف جديد إن شاء الله